اشتركوا في القناة حمد بن ثاني شقيق امير قطر تميم بن حمد حيث كشف وثائقي بعنوان داخل القصر لقناة عربية سلسلة فضائح للأسرة الحاكمة القطرية فتطرق الفيلم في بدايته لاستهتار خالد بن حمد بن ثاني بمخالفته للقوانين الامريكية ومحاولته للهروب من العدالة قطر وهاية الوحيدة حدثت تحرير كل شيء يتحرك وقابلت قناة العربية أشخاص مقربين تعاون مع الشيخ خالد من أبرزهم الحارس الشخصي له ماثيو بيتارد والذي يذكر قصة دعوة القتل التي أمر بها الشيخ خالد ماثيو بيتارد الوحيدة شكرا بيتارد الاني بسمتراب всего كل شيء فأنا قمت بتهمك baik وستطرق قصة الدعوة وستطرق جمال وعقابلت مهمة ومع طلبit مهمة من ربعية عن الشيخ بالحديث تعاون بحب مانا بالنسبة لي إذا لم تكن فتيره وخريبا أعقاب طلبتهم لا يكون من يأخذ فتا يمكن Technيسيا وعند أن تعيد تطعيه قضية أخرى تورط فيها نجل أمير قطر السابق مع مسعفه الأمريكي الخاص الذي كان يساعد الشيخالة التخلص من أثار تعاطي المخدرات حيث تحدث عن محاولة احتجازه قصرا في الدوحة المترجم للقناة وعندما تمكن المصعف من المغادرة أخيرا إلى الولايات المتحدة بدأت قصة جديدة وفوجئ بتعرض صديقته للإقتصاب واتهم شقيق حاكم قطر بالاعتداء على صديقته وتركها بين الحياة والموت سلسلة فضائح توضح وتكشف تورط شقيق أمير قطر بسلسلة من الجرائم والفضائح مقرونة بالأدلة والشواهد ولعل هذا الفيلم يعكس على عيب وعقلية نظام الدوحة التي تتبنى الممارسات السلبية كلما سنحت لها الفرصة سواء على المستوى الشخصي أو الرسمي